بسم الله وشلون يا تاميم علمني وشلون غيات الدنيا ذي كلها أمس كان شغلك بسيط حترق ماشا سود معنلق لي هيتلين الحين هذي كيف غيرتان جايب جايب واحد مزي اللي معاه كله شمسوي انت أنا شوف الله يسلمك بعلمك من الحين شوف أنا الله يسلمك جبت لي أفضل وأفضل وأفضل مهندس ديكور بالحارة قلت له أبيك تضبط لي الله يسلمك القماش هذا تضطه على اللوحة والملابس هذه تضطها لي وتعلق لي إياها وتضط لي ملابس من داخل المحل قال أبشر ولا يهمك يا آمالك ولد أبو سعد وهالمرة على حسابي طيب تسمح لي أعطيك خبر بهذه المناسبة راح أعطيك خبر أن أبو سعد ضايح يجيب أغراض كاراتين بشاكيث وأشياء جديدة يعرضها في المحل حلو يعني أعطيها شويات جايك بالأغراض وبيوزعها بيقول لك أي شيء أول ما يوصل بيقول تبين سعد نزل الأغراض من السيارة صادق بيشوف ذي ثم بتروح فيها صادق أنا ودي أعرف صدق أترق ما لم تريم صدق أعرف هذا ما سببها طيب أنا ما كنت داري أن ذي شو اسمه أبي بجيب والله عد تحمل أنت شو يسوي أنا هذا الخوف يخذك تضيع كلامنا والله ما لي دخل أنا أنت اللي سويتها ترى انجابوي والله ما لي شغل ما لي دخل ما لي دخل يعني هو يعني ما فكر أسعد ولده سعد ولده تدري أنك مغطي تدري أنك مغطي هوية المحل تدري بالشي ذا بعدين شف أنا عشان أبوي يرضى شوي جبت المكانس عشان ما يرضى أقول خينا نضف كبما يجي أبوي جاء نحساس جاء نحساس أبو جاء نضف خلنا 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 اختفني لديه شوفة والله أبوي آآ تميم هو تميم أي شاء الله اوه.. وش موش.. وش ده الحوس انتوا اياه تميم ابوي هولي جاي وقالي من المحل اشكت يا رجا وش تميم وين اسم البقالة بقالة موسعد وين تميم اللي غطل اللوحة تميم غير المحل كامل وخلا محل ملابس نسائية من اللي قلقكم تقلوا منوا خياط تميم اللي قلوا سلام علي تعال 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 سوو متنكر تعال اقبض عليه ابوي جيب جيب اجلس 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 انا وريك فين من اللي لقيك تسوي كده وتحوس كده؟ كيف محلي وساعد فواب أنت؟ من اللي لقيك تسوي كده؟ من هو؟ دقيقة طبعك ما بقيت ضحكة اشنقلك بدال معلاق من اللي مخليك تحوس؟ اسمي الله ربطة من هنا ربطة لا يهج تقل 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 ولا نفس من اللي مخليك تحوس؟ ما اتعلم وانا علمت ادي خياطة خياطة الوصح تكلم عربي لا أصدرك صح اذا اتكلمت ادي خيانة اذا اتكلمت ادي خيانة خيانة انا وش اقول انا ابوك قال من بقاتي خياطة تقول خيانة اوش اي بقاتة واخر عنا رقم من اللي مخليك تقول كده انت؟ ايه لا تموت لا تموت اتعلم انا اصبر اهم شي بالمعلومة عطنا معلومات ااا عندي شنينة بجيانة تقبل بقي ليا وركب شن جديد افقش راسك يا عطني تعال 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 تميم تعال تعال انا اللي يا سعدان ما خطر في بالي هال الامر وانا ابوي بعد ما خطر في بالي ما توقعت ان المحل سينتحل من غير ادارتي و ايرادتي وينك عن هالموضوع ذلك يصير وينك اش لو هذا اخوك الصغير وانت الكبير ليش ما دبرت الامر نبهته شرحت له علمته ان هذه بقاتة مسعد وميب لعبه مش روحنا تروح بين عشية وضحاها ينقرب خياط انا ربطني انا المتهم ربطني هي في راسي يلا يا ربطني يلا يلا انا المتهم قم 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 ربطني من اللي مسوي هالحوسة قابل علمي يا تميم ربطني واعلمك من اللي مسوي هالشيء؟ ربطك يلا جمح المنابس ربط يديني ورجولي ربطني ربطني ربطه ما يحكي الله اذا ربطته يلا قل قل ربط رجولي ما عليك ورجولك يلا يلا ضايم شوف انا زي ما قلت هذه خيانة خيانة عظيمة اذا علمت يعاني ما انت معلم ماذا معلم من انت images خلاصoj معلم ما ماذا معلم من هو بسرعة امي قالتلي امي قالتلي أماي هي قالتلي انا ابي اعيد المتجر ابي اعيد الخياطة الي انا شwiت workloadه ابي اتفق مع ابو جمال المرجم خلاص 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 يا ابوي لا تكمن مسعد يبوي هالثي كله أنا من يوم شفت الخلاقين قلبي ما طبعا قلبي ما طبعا أبو جمال أبو جمال خلاص قصتك عرفناها بس أنا ما خطر في بالي أن آخر شيء يصير طعنة الظهر بسم الله على ظهرك يا بوي لا أمه مساعد لا لا بسم الله على ظهرك انتحستني بسم الله على ظهرك يا بوي كميم حاسني وخارك وتركي ولكن مساعد تطعني مع ظهري لا لا بسم الله على ظهرك مساعدني كما تقصد يا بوي يمكن تقف خلو نشوف منتجات ونرجع نشوف ظهري حتى نسبح لأسك نشوف المنتجات الجيران بس الحين نشوف منتجات